أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استمرار أعمال تعويم سفينة الحاويات البانامية العملاقة الجانحة أفر جيفن وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة شهدت أمس الأربعاء عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها وفقا للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفقا للسيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة مشيرا إلى أنه تم تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتا وشملت جهود تعويم السفينة القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة واحد قوة الشد تقدر ب160 طن شهدت شركة الهولندية سميت وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري بالإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة جاء ذلك خلال اجتماع لفريق عمل الشركة الهولندية مع لجنة إدارة الأزمات بالهيئة لمناقشة سبل تعويم السفينة ويأتي ذلك تتويجا للتواصل والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس والخط الملاحي المالك للسفينة أفرغرين في إطار جهود حل الأزمة والتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة مرة أخرى بالقناة للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة عوض الغنام مراسل أكستر نيوز إنجي تحياتي هذا هو ذلك هو البيان الثاني الذي صدر اليوم من هيئة قناة السويس والبيان ربما الثاني مهم للغاية لأنه تأتي فيه إشادة مهمة للغاية تمثل نقلة كبيرة في تعامل هيئة قناة السويس مع ملف هذه السفينة الجانحة عند المدخل الجنوبي لقناة السويس وتحديدا عند الرقم 151 حسب ترقيم هيئة قناة السويس لماذا هو مهم؟ لأن تلك الشركة هي من أهم الشركات العالمية في الإنقاذ البحري وجاء هذا البيان أو صدر اليوم من هيئة قناة السويس بعد أن وصل وفداً عالي المستوى يمثل هذه الشركة العالمية هولندية الجنسية وعقد اجتماع كما أسلفتين مع لجنة مهمة أو خاصة بإدارة الأزمات هنا في هيئة قناة السويس وعرض أكثر من رؤية للتعامل مع أمر هذه السفينة ويأتي ذلك في إطار التعاون الذي يتم من قبل هيئة قناة السويس مع الشركة المالكة لهذه السفينة والتي كما تعلمين إنجي تحمل علم بنما على صعيد آخر عملية التكريك تتم في محيط السفينة حسب البيان الصدر من هيئة قناة السويس من خلال آليات بحرية تابعة هنا لهاية قناة السويس كركتين مع عدة قاطرات الكركتين الأهم هي المعروفين أو المعروفة هنا في هيئة قناة السويس كركة تحمل اسم العاشر من رمضان وكركة أخرى تحمل اسم مشهور وهي من أهم الكركات في منطقة الشرق الأوسط وتمثل إضافة كبيرة للغاية لهاية قناة السويس بينما القاطرات كما أسلفت متعددة المسميات وتتراوح قدرتها على عملية الانقاذ ما بين 50 طن إلى 160 طن والمشهد ماذا لا حتى الآن نحن نتابعه هنا كفريق اكسترا نيوز من على شاطئ قناة السويس عودة لكينج أشكرك عود الغنام مرسل اكسترا نيوز على كل هذه التفاصيل